مساء الخير في يوم الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي قدى ديس وصلوات وعظات وجمود سياسي داخلي يوازيه حراك قوي على المستوى الاقليمي الجمود المحلي يخرج منه لبنان مطلع الأسبوع مع الجلستين التشريعية والحكومية المقررتين بعد غد الثلاثاء والتين يشكل عنوان الانتخابات البلدية والاختيارية قاسمهما المشترك فالجلسة التشريعية يطرح فيها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فيما تبحث الجلسة الوزرية في تغطية تكاليف العملية الانتخابية إلى جانب بنود ذات صلة بتقديمات مالية واجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص في المشهد الاقليمي تتزاحم العنوين والملفات لكن أبرزها ما يتصل بالاشتباكات الدائرة في السودان لليوم الثاني على التوالي أكثر من خمسين قتيلا وستمائة جريح سقطوا حتى الآن في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وهما طرفان الذان ينسب كل منهما إلى نفسه تحقيق إنجازات الأمر الذي يسارع الآخر إلى نفيه فهل ستبقى الكلمة للرصاص والمدافع والطائرات؟ أم ينصط طرفا صراع إلى الدعوات التي أطلقت من قريب ومن بعيد لوقف القتال وتغليب لغة الحوار؟ بدء المعارك في السودان يوازيه عمل على إنهاء الحرب في اليمن حيث أسدل اليوم السطار على عملية تبادل الأسرة فيما تجري جولة جديدة من المفاوضات بين السعودية وحركة أنصار الله الأسبوع المقبل في صنعاء وعلى مستوى الانفتاح العربي السوري يحط وزير الخارجية السوري فيصل المقداد غدا في تونس بعد زيارة مماثلة للجزائر ومن باب الانفتاح تدخل حركة حماس إلى السعودية من خلال زيارة وفد منها المملكة غدا بعد قطيعة منذ العام 2015 وخمسة عشر